لا يعرفون مصير أحبتهم نحن نسعى بكل السبل لقاعد كل هؤلاء الرهائن الذين تحتجزهم حماس لن أخذ بالتفاصيل لكن دعوني أطمئنكم وأنا كرئيس أمريكي لا يوجد لدي أي أولوية قبل تحرير هؤلاء الرهائن وعودتهم سالمين إلى أسرهم أزواج وزوجات وأبناء وبنات وأنتم بحاجة لأن تحتضلونهم الغضب والألم وأنتم تنتظرون وتنظرون إلى مقاعدهم الفارغة وتفكرون بكثير من الأمور وسيطة وكبيرة وكلها وأنتم تتذكرون هؤلاء في إنشاء القهوة الصباحي الذي كنتم تتشاركونه السرير الفارغ الضحكات الأطفال وكل الأحبة يعرفون أن هؤلاء لديهم ذكرى لن تغيب لديهم ما يفتقدونه وهذا الحب هو الذي يدفعهم للانتظار وهذا وجودي هنا لأنني أشعر معكم بأنكم بمجرد أن تمروا بمكان تتذكر كنتم فيه معا تبتسمون وتتذكرون سيتمكنون من نجاة ودعونا نجد النور بعد هذا الظلم والظلام وأن نعيدهم ونتخلص بعزيمة هذا العالم ولن ينفذوا بما قولهم اليوم سمعنا قصص شجاعة وبطولة وكيف تم الإسرائيليين بعضهم ببعض الجيران وكيف فتحوا أبوابهم لبعض لإيوائهم ووقفوا أمام الخطر الممردين وفرق الإنقاذ كلهم هبوا هبوا لنصرتي ونجدتي كل من كانوا في ذلك الحفل الموسيقي متطوعين اهتموا بالجتث كي تتمكن الأسر من دفنها بشكل يليق بها الاحتياط الذين كانوا في إجازاتهم أو يدرسون لم يترددوا للحظة بل عادوا دولة إسرائيل هي المكان الآمن للشعب اليهودي لهذا هي الحرب وطيق اليوم أنه لم تكن إسرائيل موجودة لكنت خلقت واحدة الآن أعيدها وأقول أنها لا بد أن تكون ملاذا آمنا للشعب اليهودي قبل 75 سنة وبعد 11 دقيقة من تأسيس الدولة هاري ترومن كان أول دولة تعترف بإسرائيل ووقفنا إلى جانبها منذ ذلك الحين وسنقف إلى جانبها الآن إدارتي والقيادة من اللحظات الأولى من هذا الهجوم حماية السماء الإسرائيلية وأيضاً حركنا ناقلة حاملة الطائرات إلى الشرق إلى المتوسط لتكون قوة رادعة ولمنع انتشار هذه المواجهة إسرائيل دائماً أقوى هي أقوى من ذي قبل ونحن نفكر بالهجمات على إسرائيل أنها جعلتنا كما نحن قبل أسابيع كلا وكلا لا تفكروا بذلك منذ تلك الهجمات نرى إسرائيل وقد شبهت بالحادي عشر من سبتمبر بمقارنة بحجم إسرائيل فهي عبارة عن خمسة عشر حوادث من أحداث حاجة عشر من سبتمبر وقعت في يوم واحد فهذا الشعور الذي عم في إسرائيل كما كان في الولايات المتحدة صدمة ألم غضب وغضب يعتصرنا جميعاً وأنا أتفهم هذا والشعب الأمريكي يتفهم ذلك لا يمكن أن ننظر إلى ما حدث إلى الأمهات والأباء وإلى الأجداد والأبناء والبنات وحتى الطفولة كلها تصرخ من أجل العدالة العدالة لابد أن تحقق وهذا الغضب يجب ألا يستهلككم وألا تبقوا فيه بعد الحادي عشر من سبتمبر كنا في مسعانة لتحقيق العدالة لكننا وقعنا في أخطاء واتخذت قرارات حربية لم تكن واضحة للقيادة لكنها دائماً مكلفة وتطلب طرح أسئلة صعبة وتطلب وضوحاً حول الأهداف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر